بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في موسمنا الثالث من برنامجنا الحياة أخلاق في الموسم الأول تحدثت مع حضراتكم عن مجموعة من الأخلاق الإسلامية وفي الموسم الثاني خصصناه لمجموعة من الآداب الإسلامية وابتداء من اليوم إن شاء الله نبدأ الموسم الثالث ويكون حديثنا فيه عن القصص القرآني نتعرض للقصص في القرآن كيف تناول القرآن القصة قصص كثيرة في القرآن الكريم يحكي لنا الرحمن أروع القصص فيها العظات وفيها للورى عبر قصص كثيرة في كتاب الله جل وعلا يتحدث عن قصص الأنبياء السابقين لسيدنا رسول الله يتحدث عن قصص أقوام كانوا قبلنا من بني إسرائيل يتحدث جل وعلا في القرآن عن عالم الملائكة يتحدث كذلك عن عالم الجن يتحدث عن عالم الإنس يتحدث عن حياة سيدنا رسول الله وما حصل فيها من معجزات من غزوات ما حصل فيها من مواقف نبوية مع سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم ولا عجب في هذا فالقصة معناها الحكاية معناها أن نستفيد منها العظة والعبرة وعندنا في القرآن صورة تسمى بصورة القصص تناول فيها جل وعلا بالتفصيل ما دار مع سيدنا موسى وما حصل معه منذ ولادته إلى أن خسف الله بقارون الأرض وينهي القصة بقوله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين فالقرآن مليء بالقصص القرآن كذلك السنة النبوية مليئة بالقصص النبوي الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم والله زكى نطقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى زمان وإحنا بندرس في الجامعة أخبرنا أساتذتنا أن من أساليب الدعوة إلى الله عرض القصة ودائما وأبدا تجد أكثر الخطباء في خطب الجمعة وفي دروسهم في المساجد يأخذون شيئا من القصص يقصونه للناس والله جل وعلا يقول لسيدنا رسول الله في القرآن إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله يقول لسيدنا رسول الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين القصص القرآني له خصائص وله مميزات هذا ما نتعرف عليه بعد هذا الفاصل خليكم معانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر